السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اهلا بكم مشاهدين الكرام في هذا الفيديو الجديد حول المنتخب الوطني المغربي وعشرة لاعبين اللي متواجدين في لائحة المنتخب المغربي لكأس افريقيا بطبيعة الحال. افريقيا باش يبدأ بطبيعة الحال وحد كأس افريقيا اللي هي كبيرة وكبيرة بزا من المنتخب الوطني المغربي بيحاول انه يفوز بها وحشنا اللائحة اللي كانت تكون من سبع وشي لاعب ثلاث حراس وابعة وعشرين لاعب واحد العشرة من هاد الاربعة وعشرين ما معي لعبوه كندن كندن معي لعبوشي بزاف ديال وقت بطبيعة الحال فهد كأس افريقيا عشرة عناصر من اصل اربعة وعشرين ومعي كونش عندهم واحد لوحد ويقف الوقت الي هو بزف باشي باشي اللعبوه بطبيعة الحال ه Omaha بتبعوه اتشي كامل بطبيعة حال و прокيبقى فقط غير رأي ديالنا وكل واحده رأي ديالوا هاد شي اللي كان بال بدون جدال ولا نقاش كل واحده ورأي دياله بطبيعة الحال هاد شي بلا جدال ولا نقاشا في ذلك هاتبعو هاد العناصر بطبيعة حال العشرة اللي ما كانوا ما عنده مش قلت وحد قلت واحد للحضوض كبيرة من أجل أنهم يلعبوا بزاف دي الواقصة عم بدأوا بالدفاع بطبيعة حال وعننا ثلاثة دي المدافعين وأربعة اللاعبين واساط وثلاثة من مهاجمين عم بدأوا بالتولاتي الدفاع عم بدأوا باللعب يونس عبد الحاميد لعب كندران 33 سنة كيلعب في البطولة الفرنسية ما كانش معانا متواجد لا في المونديال ولا في كأس إفريقيا لأن كأس إفريقيا الربع اللي كان كان سايسو أكرد وكان نعم سامي مايي اللي كيلعب في البطولة الماجرية وكان شوفيا شكلها ما عرفت في كيلعب داب وسوس بانيا ولا في برجيقة ما عرفتش هذا الربع اللي كان وفي المونديال كان بضربانون وكان جود ليمقوا أشرف داري وكان سايسو أكرد إذن يونس عبد الحاميد ما كانش معانا وما كان دنشرة كأس إفريقيا عنده حد وقت اللي بزاف اللي يقدر إلاعبه ومشيوا اللاعب رقم جوجلي هو اللاعب عبد كبير عبقر عنده 24 نعم اللاعب اللي ما كانش معانا في المونديال ولا في كأس إفريقيا حنا صردنا المدافعين اللي كانوا معانا في المونديال واللي كانوا معانا في كأس إفريقيا إذن ما كانش معانا اللاعب عبد كبير عبقر اللي كان بقي ما لعبش ولو لدقيقة واحدة مع المنزخة الوطني المغريبي اللي لم يلعب بتاتا إذن هاتشد كين إذن هاتشجوش ديال المدافعين ما لعبوش معانا لف كأس إفريقيا ولا كأس العالم يونس عبد الحاميد لعب أما عبقار لم يلعب ولو لدقيقة واحدة عم شو المدفع تساعد لي وشادي رياض لعب ريال بي تيز الإسباني كذلك لم يلعب ولو لدقيقة واحدة مع المنتخب ماري متستدعى أصلاً مرة واحدة في لائحة مارس ديال هاد العام هاد العام الماضي لأننا الآن حنا في 4 ينير 2024 هادي الآن 8 أشهر علين مشتستدعى للعب شادي رياض وما كانش لعب طبيعة الحال كطيع Gokuah appetite أوليمبي ما كانش معانا لمنديل ولا في كاس الفريقيا حنا سرعضناكم اللاعبين بطبيعة الحال اللي كانوا معانا في الديفع لا في مونديل ولا في كاس العالم عم شو اللاعب الرابع اللي وأ Lie moral ará اسم يلو كنا في لائحة الكاس العالم وتصاب ما كانش معانا لائحة الكاس العالم اللي كان فيها امر بط Gebhel Myers اي شكونا اخور جبران كان معنا كذلك بيل الخنوس هدو اللاعب اللي كانوا معنا بطبيعة الحال في كأس إفريقيا بيل الخنوس والجبرال وفي كأس إفريقيا كانوا لاعبين عودتاني آخرين كان لعب بارقوخ كبسة في الأمثلة المهمة ما كانش معنا اللاعب هذا أمين حارث لم يتواجد معنا باتاتان لا في كأس العالم ولا كأس إفريقيا بشي اللاعب الخامس اللي كذلك ما كانش معنا لا في كأس العالم ولا في كأس إفريقيا ويلاعب سمعين السباري لعب PSB اند هوبن الهولندي بالطبع حال لعب اللي بقي صغير صراحة قمدن عندوشي 20 سنة اللي بقي صغير وبقي ممكن بسبب الحاجة تكتلنها جميلة مع المنتخب الواطن المغربي الان كانت قمدن كيلاعب PSB اند هوبن الهولندي من العناصر الجيدة بطبيعة حال في المنتخب الولمبي اعتروني افضل ثاني لعب اولمبي بطبيعة الحال في المنتخب الولمبي في كأس افريقيا أقل من 23 سنة من العناصر بطبيعة الحال اللي كانت مهمة بشو اللعب اخر اولمبي اللي مشارك معنا لف المندي يلا في كأس افريقيا اللي واللعب امين ريشار ب Astron لاعب رمز الفرنسي صراحة ان العناصر المهمة اللي كانت اللي في الولمبي لعب بطبيعة الحال بقي ما شاركش بعد شارك بعد الدقائق قليلة ف المنتخب اول اللي يا بطبيعة الحال لا جدالة ولا نقاشة في ذلك اللعب امين ريشار بatisfied اللي يبقى اسم مزيان أنه يكون معنا ممكن يفيدنا بشكل كثير صراحة في المنطقة الروح طاني المغريبي لعب اللي ممكن يكون عنده استفادة اللي هي كبيرة بطبيعة الحال عم بشيو عند اللعب السابع لأوسى ملعى الزوزي في حال ريشارد يصل مكان معنا لفة مونديالوركاس إفراقيا اللعب بولونيا الإيطالي لعب حتى هو للمنتخب الأولمبي بطبيعة الحال من اللاعبين الجيدين ديال المنتخب الأولمبي أوسى ملعى الزوزي اللي كيلعب بولونيا الإيطالي وعنده 22 سنة ولعب معنا لقاء ليبيريا اللي فوزنا عليها بثلاثة الصغر أهدفت أمين حارد أمين عدلي أيوب الكعبي إذن أوسى ملعى الزوزي احتوى من العناصر المهمة اللي عند المنتخب الأولمبي لعب جيد صراحة تلاجدها لأولا نقاش عبشي والإسم رقم ثمين اللي يعب سوفيا بوفا اللي كان معنا أساسي في كأس إفريقيا وكذلك كان معنا في كأس العالم وكأس العالم كان أساسي وكأس إفريقيا كان صراحة سوفيا بوفا اللي هو من العناصر الجيدة داخل المنتخب المغربي الأساسية لا تناقش عندهم مع الرجراجي ولكن كان الآن ثلاثة اللي هو إحمس ورش فيها آخر لا يحكم معنا بوفا ولا إحد يونيو إذن مدة كبيرة مش ناش بوفا في المنتخب المغربي مدة كبيرة وكبيرة بزة فنشوف ناسي السوفيا بوفا آخر مقابل كان لعب كندرية مقابلات لما أعتقد مقابلات الرأس الأخضر لما أعتقد مشوا عند اللاعب رقم تسعود وكذلك رقم تسعود معنا في هذا يسمائلي والتارق تسوداري لعب البطولة البرجيقية من العناصر المهمة داخل المنتخب المغربي بوفا كان معنا في كأس إفريق آخر كندران وكأس العالم وهذا والتارق تسوداري ما كانش معنا لا في كأس إفريقيا ولا في كأس العالم لأن كأس العالم الإصابة بوحدها هي اللي بعدات وأنه بيشتواجر معنا في كأس العالم أما التارق تسوداري ولكن معنا في كأس العالم أحد وجدنا بساف دي الحواج بزياني صار حسنا في كأس العالم ولكن للأسف الإصابة هي اللي بعدات وعب شوء آخر لعب اللي كان كان معنا في كأس إفريقيا الآخر وأنا كيف يفكرش معنا في كأس العالم اللي هو أيوب الكعبي أيوب الكعبي اللي كليح في أولمبياكوس اليوناني اللي يقدر يعطينا إضافات كبيرة بطبيعة الحال فهذا كأس إفريقيا لا جدالة ولا نقاش يقدر يعطينا واحد الإضافة اللي كبيرة وكبيرة بزهر فهذا كأس إفريقيا اللي بقلو تسعة سأيام وينتلق حنا في ربعة ينار المنتخب مربكي الساعة دنين ومن وقبل يوم الأحد أمام غامبيا يوم سبعة ينار ودكسع يوم الأربعة عشرة ينار سيغادر بطبيعة الحال إلى دولة دولة الكود ديفوان باش يبدأ كأس إفريقيا 13 ينار ومنتخب مربع لعب حتى 17 ينار مع المنتخب التانزاني كانت لقاء اللي هيكون بالأربعة السادسة مساء سيكون اللقاء صعب صعب الميراث صراحة للمنتخب الوطني المغربي اللقاء كبير هيكون بين العناصر المغربية والعناصر التانزانية بطبيعة الحال باللقاءات الكبيرة ديال المنتخب الوطني المغربي مع المنتخب التانزاني أيوب الكعبي اللي شارك معنا في كأس إفريقيا الآخر وكأس العالم مزوج معنا كانت منه أن أيوب الكعبي يقدمنا واحد كأس إفريقيا اللي هي هائلة جدا بطبيعة الحال ويعمل بجهودة دياله الكبيرة بطبيعة الحال بدون جدل وبدون نقاش هاتش اللي كاي شكرا خدت على المتابعة